فوز النادي الأهلي بخمس أهداف مقابل هدف واحد ومعنا بعد انتهاء المباراة كابتن عمر الأنور المدير الفني الفريق كابتن ألف أبروك الفوز مباراة كبيرة أعتقد النهاردة كل أهداف اللي كنت بتطمح لها أتم المباراة النهارة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بس برحب كابتن أسامة وكابتن حشيش وكابتن بلال بقول الحمد لله طبعاً يعني المباراة المكسب فيها كويس ثلاث نقط مهمين يعني سبتوا موقفنا في الصدارة آخر مبارا لنا في المرحلة الأولى هنبدأ بقى إن شاء الله الشغل والإعداد للمرحلة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله يعني أنا شايف بس إن هي النتيجة بالنسبة لي نتيجة إيجابية بالنسبة للنقص العددي اللي كان موجود عندنا النهاردة يمكن إحنا حتى كنا مستعينين باربع لعيبة من الألفين وواحد إنها عندي إصابات كتير يعني ونس كلها أساسيين مهمين يعني عادل زينهم وعندي مانو عبد الرحمن مانو وعندي فاد وجمعة كمان غير طبعا الناس اللي طلعت إعراض ففي نواقص كتير في الفريق أتمنى إن شاء الله نحن الفترة اللي جاي نقدر نحن يعني الناس المصابين على أقل يرجعوا ونقدر نحن إن شاء الله نكمل بيت البطولة بإذن الله بشكل طيب أخيراً وسريعاً يعني المرحلة النهائية شايفها إزاي وهتتعملوا معها إزاي؟ لا هتبقى مرحلة صعبة جداً وهتبقى بالنسبة لنا مباراة كوس خصوصاً لو التعديل اللي إحنا سمعناه أو اللقرناه من التحاد الكورين هي هتعمل دوري منظور واحد وعلى ملاعب محايدة فأنا بالنسبة لي دي هتبقى مباراة كوس هيبقى تمن مباراة حيبقى تمن مباراة في منطقة الصعوبة لإن أنت هتلعب كل الفرق اللي هي اللي صعدت اللي هما الثلاث أوائل فأنا شايف إنها هتبقى هتبقى صعبة جداً الوقت هتبقى داية أتمنى بس من الاتحاد بداية من المباراة تقلت أتمنى بقى إن ما يبقاش فيه ضغط مباراة إن أنت تلعب مرشين في الأسبوع أتمنى إن إحنا خلاص تمن مباراة أعتقد إن دول عدد قليل جداً على الفترة اللي بقية في الموسم فأتمنى إن شاء الله يعني يكون فيه تنظيم شوية المباراة ما يبقاش فيه ضغط بتاع المباراة اللي موجود دا شكراً كابتن متوفيفي اللي جاء إن شاء الله شكراً شكراً كابتن أسامة دا قلقاً لقاءنا مع كابتن عمرة أنور المدير الفن الفنين نادي الأهلي مواري التسعة وتسعة